هو زيادة في لا نقصان في اسأل المسألة وزيادة في سهام الورثة انتبه معي معنا الان اشهل مسألة قلت اول زوجة ايوة اخت شقيقة اخت شقيقة اخت لياب اخت لياب طيب نحل مسألة الزوجة اول شيء من كم مسألتها واحد والباقي ثلاثة هكذا تكتبها ثلاثة كبيرة بعدين اخت شقيقة واخت لياب مسألتهم من كم نصف سدس من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد المجموع اربع انتبه معي الشيخ الان عندنا مسألتين مسألة زوجة ومسألة الورثة مسألة الزوجة من ثلاثة بقي منها وهذه المسألة من اربع هل يوجد بين الاربع والثلاثة شيء لا تباين تعكس تضع الثلاثة هنا فوق الاربع والاربعة فوق هذه المسألة على اليمين يمينك وين هنا اربع في اربعة ها ستة عشر الواحد فوق اربعة او ثلاثة واحد في اربعة ثلاثة في ثلاثة واحد في ثلاثة اجمع ستة عشر اخذت الزوجة الربع بالضبط واخذت الاخت الشقيقة اكثر من النصف وهذه الاخت الاب اخذت اكثر من السودس هذا الرد مع احد الزوجين ايش مسألة ثانية حاضر اصبر يا الشاخ قبل لانه ما يرد على احد الزوجين لان الزوج غريب عن الان الزوجة ما هو من ليس هو من من ذو الارحم من فيهم هنا هنا ما في زوج فقط لا يا اخي لا يرد على احد الزوجين هنا ما في احد الزوجين اي نعم نرد على كل الولثة الا الزوجين ما نرد عليهم نعم الشيخ اخذت النصف المفروض تاخذ من ستة عشر كم النصف اخذت تسعة اكثر من النصف ردانا عليها بالسوية اي نعم ما افهم شيء قول المسألة هكذا وبس يا اخوانا الان لو تحسبها بالنسبة بالملي اخذوا الباقي بينهم الثلثين بينهم وزيادة سار يلا ايش خشل مسألة اربع زوجات مسح السبور ايش خشل اربع زوجات اربع زوجات ياخذوا اربع اربع صح لا لا طيب وايش ثاني ثلاثة اخوات ايش ثلاثة اخوات لاب بعدين اخت شقيقة اخت شقيقة انتهى كيف معكوسة هذه المسألة ثلاثين لا نصف وسدس واربع من يقول ثمن اربع زوجات ايش لهم الربع اذا من اربعة واحد والباقي ثلاثة اخت شقيقة وثلاثة اخوات ثلاثة اخوات ايش لهم السدس واخت شقيقة النصف مسألتهم من ستة سبري اشياخ واحد وثلاثة المجموعة اربعة مثل هذه المسألة اللي حلنا اينا خلاص اذا الان اعطونا مسألة ثانية هات مسألة ثانية مسألة فيها رد زوجة ايوة ايوة وام واخت لام واخت لام انتبه معي الزوجة تاخذ الربع والباقي ثلاثة بينهم ام اخت لام ولا اخت لاب هذه اخت لام الام تاخذ ايش الثلث اثنين والسدس واحد المجموع ثلاثة الان يا شيخ نواف انتبه الان هنا عندنا ثلاثة وهنا ثلاثة قاسم مشترك بينهم احنا اما تباين او قاسم مشترك حتى ترتاح بين الثلاثة والثلاثة قاسم مشترك وهو الثلاثة ثلاثة قسمة ثلاثة واحد تضع هنا وثلاثة قسمة ثلاثة واحد تضع هنا يمينك وين هذا اليمين واحد في اربعة اذا جامعتنا اربعة واحد في واحد اثنين في واحد واحد في واحد واحد انتهت الماء سفنت الشيخ هكذا بالسوية وخلاص احفظها هيشوف تصورها هذا عشان يحلها في الكتاب صورها هنا في ذهنك غيره ما بقي شيء نعم يا أخي والله ما دل إيش حكايتكم من يوم أنا دخلت الآن على السبورة الزوجات زوجات زوجات إيش فيه نفس الحلة تأول قبل شوية ها هذه أربعة صح ثلاثة هنا وأربعة هنا وعليمين هي الجامعة ستة عشر أربعة ثلاثة تسعة أسبر خلنا نشوف هذا يش يقول كم ثلاثة زوجات ها أيوة وعشرة أعمام لأب طيب إيش تبغى فيها هذه حل الزوجات يش يأخذوا الثمن والبنات الثلاثين والأعمام الباقي من أربعة وعشرين الثمن ثلاثة والثلاثين ستة عشر والأعمام لهم الباقي كم خمسة طيب نعم غيره إخوانا بنا ندخل في الدرس الجديد ها ندخل في الدرس الجديد تفضل يا أخي سؤال يا شيخ مع الله في الصفح ستة عشر طلع على اليمين أيوه اليمين ضربنا أربعة في أربعة ستة عشر دائما الجامعة اللي هي على اليمين هنا أربعة في واحد أربعة مفهوم معي زوج أم ثلاثة إخوة لأم طيب انتبه يا شيخ الزوج ياخذ يا شيخ ترق الكتاب الزوج ياخذ النصف الأم إخوة لأم الثلاث تمام مسألتنا من ستة ثلاثة واحد ثنين مفهوم شوف يا أخي انتبه الآن وإن ترى السهامة ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضربي يجانبك الزلل انتبه معي الآن عندنا زوج أخذ كم ثلاثة والأم أخذت واحد ثلاثة اخوة أخذوا اثنين غير منقسم عليهم صح فنبغى نقسم السهام نجعلها تنقسم على الرؤوس أهم شيء رأسك أو السهم هذا صالح رأسك أهم من السهام صح السهم يروح ويجي مو مشكلة لكن رأسك هو المهم دائما اهتم إلى إيش إلى عدد الرؤوس مفهوم لأن رأسك أهم تمام عندنا ثلاثة مع اثنين في بينهم قسم مشترك تمام أيهم أهم رأسك إذن تأخذ الرؤوس هنا ثلاثة مفهوم إذن كتبنا هنا ثلاثة الثلاثة هذه سنضربها في كل المسألة نضع فوق الستة كم ثلاثة انتبه الشيخ ستة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة واحد في ثلاثة اثنين في ثلاثة ثلاثة انقسمت عليهم الستة الحل صحيح مفهوم لو هنا مثلا كانت خمسة عرف الحل خطأ سبعة ثمانية حل خطأ طيب مسألة ثانية مسألة ثانية انتبه الشيخ لا تكلم نفس المسألة انتبه يا أخي ترك الكتاب ستة عندنا ستة اخوة لأم ستة اخوة لأم في بين الستة والاثنين قاسم مشترك في بين الستة والاثنين قاسم مشترك اثنين ايوم اهم رأسك ولا السهم الآن نقول ايوم اهم رأسهم طيب ستة قسمة اثنين ثلاثة اذا نضرب في كم في ثلاثة ستة في ثلاثة ثمانية عشر ثلاثة في ثلاثة تسعة ثلاثة ستة انقسم الحل صحيح مفهوم مثال جديد يا خسبر اسبر لا تستعجل علي اذا اخذنا التباين واخذنا قاسم مشترك طيب اعطونا مثال ثاني غير هذا يقول ما نبغى هذا المثال اتركه هاته مثال ثاني الشيخ زوجة انها لله وانها اليها راجعون ما عندهم الا هذه الامثلة قل زوجة زوجة وخمسة ابناء وخمسة ابناء واربع بنات تمام انتبه يا الشيخ يا اخي يا اخي تش سو هنا تعالوا هنا يا الشيخ قربوا علينا تعالوا هناك كذا هذه المساحة فارغة هناك 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 منه الخلف انتبه يا الشيخ يطرق الكتاب زوجة اش لها وهؤلاء اش الباقي مسألة من ثمانية واحد والباقي كم سبعة الان نريد نعرف كيف نقسم عليهم السبعة يا شيخ صالح مفهوم تمام خمسة ابناء كم سهم خمسة خمسة ابناء كم سهم عشرة واربع بنات اربع اربع المجموع اربعة عشر اذا عندنا اربع عشر اربعة عشر والسبعة في بينهم قسم مشترك السبعة نقسم السبعة على الرؤوس ولا على السهام على الرؤوس على السبعة كم اثنين اذا نظر في كم اثنين في ثمانية واحد في اثنين اثنين وهذه سبعة في اثنين كم اربعة عشر عشرة اربعة اجمع اربعة عشر نقسم عليهم خمسة ابناء عشرة سهام لكل ذكر ريالين ولكل انثى ريال مضبوطة اذا الحل صحيح هو مصروف لكن نحن الان لهم الباقي ما نستطيع لانه يوجد صاحب فرض دائما قلنا اذا يوجد صاحب فرض تكون المسألة من ايش من مخرج الفرض وقسمنا عليهم السبعة الان طبعا ما نعطيهم مصروف اذا كانوا وحدهم ممكن نعطيهم مصروف يلا غيره من المسائل قولي الشيخ انت مسألة اترك الكتاب قول اترك الكتاب هاي الشيخ ايوه ما شاء الله من فن جاتها 14 اخت اليوم اخت شقيقة كيف جاتها 14 اخت اليوم ما شاء الله تبارك الله الملك عبدالعزيز الله يغفر لي ويرحمه يعني الابناء اظن فوق الستين كذلك الملك السعود رحم الله الجميع اي نعم الاولاد كثر فلا تستغرب ان يكون عنده ها ثلاثين عام لكن خمسة جدات وارثات ما يمكن ثلاث جدات وارثات هذا يقول يعني بعيد جدا تعرف ثلاث جدات وارثات يعني الام ليست موجودة ام الام ليست موجودة ام الاب ليست موجودة مشكلة ثلاث جدات ثلاث جدات صعب كل الشيخ كم اخ ليوم? اربع طاشر اخت ليوم والله يبارك اربع طاشر اخت لام بعدين? جات ام كمان? ما شاء الله انتبه يا اخي اخت تقيقة ايش لها? اربع طاشر ايش لهم? والام مسألتنا من? ستة ثلاثة اثنين واحد اربعة عشر تنقسم على اثنين في بينهم قسم مشترك اثنين ايهم اهم? اربع طاشر اثنين سابعة اذا نضرب سبعة ستة في سبعة اثنين واربعين ثلاثة في سبعة اثنين في سبعة واحد في سبعة انقسمت الحل صحيح يترك الكتاب يا الشيخ. نعم يا اخي.